أصات الشعر القصير من أقصر الأصات اللي تألقت بها الفنانة الراحلة سعاد حسني فاشتارت بتسريحة الشعر الكريه اللي ظهرت بها في معظم أفلامها لدرجة إنه في وقتها سميت أصة الكريه بأصة سعاد حسني وكانت أحيان بتربط الشعر أو كانت بتحط شريط في مؤدمة الشعر وكمان جددت تسريحة شعرها من الكريه للشعر الكيرلي أصات شعر سعاد حسني أصات رائية وشائية وجميلة بتعبر عن شخصيتها شكلت خط في الموضة بنفسها فكانت أيقونة في الموضة سواء في اختيارها لهدومها أو فساتينها أو حتى في تسريحة شعرها واشتارت بأصة الكريه وتعتبر هي الفنانة الوحيدة اللي التزمت بالتسريحة ديها على مرة عدة سنوات وكانت بتشكل فيها سواء كانت بتسيبها منسدل على رعابتها أو بترفعها بومبي من الخلف رغم إنها تسريحة الكريه إلى أنها كانت متجددة فيها فكانت بتظهر بأشكال مختلفة بتخلي المشاهد ما يميني سعاد حسني تعتبر من أوائل الفنانات اللي ارتدت وصلات الشعر لتكسيف الشعر أو لطلالته فكانت بتظهر بشعر الويفي اللي اكتسح موضة الشعر الطويل واللي ظهرت بها في فيلم خلي بالك من زوزو وكانت بتحط اكسسوارات في شعرها وكانت تسريحة الكريه بتاعة السندريلا معروفة تسريحة الكريه الكرلي مع القصة التلت والتلتين والتسريحة دي كانت موضة 2019-2020 وتفنينت مونة زاكي في قصات شعر سعاد حسني في مسلسل السندريلا مع القصات الجميلة لشعر السندريلا اذا عجبك الفيديو عزيز المشاهد ما تبخلش علينا بلايك واشتراك في القناة واتفعل الجرس عشان اقدر استمر وقدم الجديد مع السلامة يا احلى مشاهدين